أهلا بحضراتكم من جديد قلنا لكم في البداية هو النادي الأهل لما بيغضب لما بيتحرك لما بيطالب بيطالب بناء على الحقوق العامة الملزمة ليه من قبل جمعيته العمومية ولايحته ولما بيطالب هيئاته وعضو فيها زي الاتحاد المصري ولكرة القدم أو اللجنة الأولمبية أو المظلة الحكومية للنشاط الرياضي ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بالحفاظ على حقوقه كلها من منطلق ثوابت ونصوص موجودة في هذه الدستير أو اللوايح الرياضية لكن كمان حتى فيما يخص مالك وكتابة باش مهندس لأنه مجرد من الناس تتكلم يبدأ الاتهام زي ما المهندس عبدأ شار في البداية بالتراشق طب هو أنت انتظرت وسألت وسمعت إحنا بنقول إيه؟ لا في فترة أجازة مالك وكتابة خلال شهر رمضان شفت حاجة لكابت الرضا عبد العال كابت الرضا عبد العال من نجوم الكرة الموهوبين له تاريخ في نادي الزمالك وله تاريخ أيضا كبير في النادي الأهلي ومحل الرياضي له جمهوره تعرض لبعض الإيقاف أو تعرض لعقوبة من المجلس الأعلى أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل كده يقولك لا هو مالك وكتابة السبب خلينا عشان يكون الدليل عندنا نشوف الكابتر رضا عبد العال مع الكابتر محمد فاروق شاف المشكلة من مالك وكتابة ليه أول برنامج أثار الفتنة في مصر هو بتاع له أستاذ إبراهيم الميليسي والمهند الزعاد للقيام بعد كده لأن أنا واحد من الناس اللي اتضريت لما أنا جيت في مرة بتسئل بعد ماتش الترجي وقلت ضربتين الجزاء ما فقومش حاجة إيه المشكلة بدين؟ رأيك لا ده أنا أتواعف بس أنا مش عايز تخبر شخص للبرنامج ده معلش معلش أخدوا رأي مخالف ليه إسمعني بس يا عمدرون إسمعني هتكلم الكلام ده بعد كده إيه اللي زي ما أنت عادي أنا طلعت وزي ما أنت بتقول دي وجهة نظري أنا قلت ضربتين الجزاء بتقول وليد أزاره ما فقومش حاجة دي فيها مشكلة دي وجهة نظري فجأت هجوم علي من السوشال ميديا ومن الأستاذ إبراهيم الميليسي والمهندس عضل القيعي وتوقفت شهر إرضاءا إرضاءا للي هم قالوا عشان قناة النادي الآلي لأنه كان ساعتها اتنين واحد الله رحمه والتاني لسه الغدلاتي موجودة أنا معرفش ميش كابتن أشف محمود واللي كان قابليه كان كابتن اللي هو مات خلي التوحيد الله أرحمه الله أرحمه طيب هنا ثلاث نقط مهمين علشان الكابتن رضا عبد العال لأنه حتى لما تكلمنا على رضا عبد العال قبل كده قلنا الراجل ضخب حاجات كتيرة عشان يجي النادي الآلي وده موقف يحساب له وأنا كنت واحد من شهود العيان على تفاصيل الواقع ديت في وقتها في مطلع التسعينات لكن هل رضا توقف علشان مالك وكتابة؟ هل مالك وكتابة أكتر برنامج بيصير فتنة في مصر؟ ده إحنا أول برنامج يا راجل ظهرنا قلنا إحنا بنختلف مع المكتوب مش الكاتب إحنا دايما وأبدا مش هنقول فلان آه لا هنسمعكو فلان آه لبعظمك لسانه إحنا لما بنتكلم بنقيم الدليل والحجة على اللي بيتكلم لكن لو فكرة أن أنت فاهم أن كل واحد من حقه يتكلم من غير ما حد يراجعه تبقى فاهم غلط لو أنت عندك فكرة أنك أنت بتقول كل حاجة من غير ما حد يرجع لها تبقى المسألة غير مفهومة بش ماندسة هو مثلا عايز نقطة كده صغيرة حتى بالنسبة ليقوله للتراشق دلوقت هو ملك وكتابة ما أحد أسمعه بالتراشق أو أنه هو يعني زي ما كابت الرضا بيصير مش عارف إيه أنا حسأل سؤال عندما كان ينفرد ملك وكتابة بالساحة الرياضية لأنه ما كانش فيه إعلام مقابل يعني كان فيه قناة الأهلي ما كانش مقابل إعلام لحد العدد تقريبا ربعمائة وحاجة صح ربعمائة وخمسين يمكن ما سمعناش ولا مرة حد اتقى ملك وكتابة هذا اللي اتقى ده ده لوحده دليل على أن ملك وكتابة بريء تماما من هذه التهم ليه لأن إذا كان فيه أي كلام بيتقال دلوقتي هو رد فعل فأنت بترد على حاجة بالمستند بتاعها فلما ترد بالمستند يا جماعة من فضلكم عشان ما ننصخش بس من استخدم كلمات تخرج عن سياقة ونخش في الهيومان رايت ووتش يعني الحاجات اللي هي تستخدم وقت ما تحب ومع الدول اللي انت تحب تستخدمها وتطنش وقت ما تحب ناس كبيرة قوي ما قالتش ولا كلمة ها على التعدي والتجني يعني انت التراشق هو أنا لما تفضل أنا هجمك 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 بمجرد مدافع يبقى فيه تراشق الهجوم لازم يبقى فيه هجوم متبادل صحيح لكن أنا حتى ملتزم يا أخي معاك الصمت درجة ان الناس قالت بقتت أهكم على كلمة صمت العظماء اذا المسألة مسألة ما تاخدش الكلام في سياق نضلل بيه الناس دي أول حاجة تاني حاجة مالك وكتابة أكتر من 450 حالة محدش قال عليه كلمة انت بقى حضرتك شايف ان احنا يعني سبب إيقافك ها سبب هل ده صحيح يا أستاذ إبراهيم خلينا نقول له ان هو بيراجل بينطلق من مصلحته الشخصية قالك ده أنا وقفوني عشان مالك وكتابة هل فعلا انت لا وارجع بعد كده هلك الأستاذ رحمة الله خلي التوحيد طيب أوكي ما هو حتى الأستاذ خلي التوحيد على رحمة الله أو الزميل العزيز يعني القناة الاثنين مش أعضاء في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللي خد العقوبة اللي خد العقوبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللي بيرأسه الكاتب الكبير الأستاذ مكرم محمد أحن بس هل اللي صدر من رضا عبد العالي في برنامج زمال كاوي كان بيوزع على قناة الحدث هل اللي صدر منه يستحق العقوبة ولا لا برنامج رياضي قال كان الأهلي والشاكي في قناة مصرية بيتكلم عن مباراة بتجمع بين بطل مصر النادي الأهلي والترجي بطل تونس في ذهاب نهاء البطولة الماضية طب انت متخيل انه لما برنامج في تلفزيون مصري يتحدث عن مباراة لبطل مصر وحكم جزائري والكابت الرضا عبد العالي يقول اللي انتوا هتسمعوه ده ما يستوجبش تحرك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقتها ضد اللي بيتكلم وضد البرنامج لا مش عشان ملكه اكتابه عشان اللي انت قلته يا كابتر الرضا تماتش نهائي زي نهاء افريقيا كده وتيجي انت تقوم جاي لغيها عشان انت موجه تحكم البطولة النادي بعينه لا انا لو الاتحاد الافريقي الاتحاد ده صارم وعنده فعلا مصدقية وعايز يطلع الموضوع ده يوقف حكم المباراة النهاردة ويبطلوا تحكم زي رلحنا لو ازبادت عليه كمان ان هو وقد واخد رشوة او مش واخد رشوة لان النهاردة دي في ضيحة في ضيحة لاتحكي انت دلوقتي تقنية الفار دي العالم كله بتكلم عنها وانت جبتها لغاية هنا في نفسي زي ده وييجي انت تضرب بكل الكلام ده ضرب الحائط وما لكش دعوة بيها وتروح وتشوف وهم كمان يعني بيأثر عليكم بيقول لكم الكرة مش ضرب الجزاء وانت مصمم وبعد كده تيجي تقول لي وبعد ما بصدت الفار وتمجاه عامل بقيلة كده وتمجاه حاسد ضرب الجزاء البجح ده انت ارح يا جدا انت ارح لا 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 انا بكلم ده انت حكم فاجر ولازم على تحاد الافريقي اكسم بالله لو هم ناس محترمة وناس ما نعمش في اللف والدوران الحجم ده تنحكمش تاني ويبطل تحكم ويتوقف مدى الحياة ده فضيحة ده فضيحة المصر قبل ما يقول للنادي الاهل قلولي بقى لو اي حد في جهة مسؤولة عن تنظيم الاعلام سمعت كلام زي ده في برنامج في خناه مصرية عن مباراة لنادي مصري ضد آآ نادي منافس تونسي او غيره انت بتتكلم على اتهام مباشر بالرشوة بالرشوة وده فضيحة وده حكم فاجر وده كان لازم ان ده يحصل وازاي ده يتسكت عليه وده اساء المصر هنا النادي الاهلي في هذه المباراة التهم منك عكب ترضى بشكل مباشر بانه قدم رشوة الحكم نفسه مهدي عبيد الجزائري التهم منك بانه حكم فاجر وحكم فاسد وحكم مرتشي بالمناسبة رقم واحد هذا الحكم خضع للتحقيق من قبل الاتحاد الافريقي مهدي عبيد وثبت براءته تماما ورجع حكم واشتغل ومشي ناد الاهلي اللي تقال عليه كده انه يقدم رشوة انتو بتستسهلوا المصير الصدق بتستسهلوا الاتهام بهذا الشكل ده لا ما تستسهلوش ده لان كان فيه خطة ان نتاق ان احنا وانت ازعف ما هيدي اللي انا هجيلك بيها بقى لانه لما اي جهة اعلامية مسؤولة في مصر تسمع كلام في برنامج سيبنا من انه البرنامج اسمه زملكاوي وكان في قناة الحدث لكن لما يكون فيه حد مصري او حد اعلامي على فكرة ده ممكن في اي مكان في العالم تتاخد فيه عقوبات شديدة جدا لانك انت مبدئية بتتهم ناس في زمتها وسمعتها سواء الحكم او النادي بهذا الشكل والاتحاد الافريقيا الفاسد ساكت ليه والنادي الاهلي ودراشة والبطولة موجهة الاتحاد او المجلس العلى للتنظيم الاعلام قبل ما ملك مكتبة يتكلم في سياق التناول الاعلامي بتاع كله الناس كلها بتتابعوا شافت تم ايقاف البرنامج وتم ايقاف الكابت الرضا عبد العال وده اجراء بسيط جدا لانه النادي الاهلي بقى النادي الاهلي لو هو فعلا عايز يتلكك للناس لا ده يعمل دعوة مباشرة صريحة ده اي عضو في النادي لما يسمع الكلام ده من حقه بشكل مباشر يعمل دعوة لانه ده حصل فيا كابت الرضا مش ملك وكتبة كان السبب قصوة الكلام والاتهامات اللي اطلقت كده باستسهال كانت كفيلة جدا وكافية جدا لاستصدار عقوبات ربما اشد من اللي حصلت اللي حصل بقى في اللي اللي اشار اليه المهندس عادلة انك انت تتلاقي بقى الجانب التونسي الشقيق اعلام الترجي وجماهير الترجي تاخد الكلام ده وتزيعوا عن ده قبل المبارات العودة اللي حصل فيها الشغب واللي تعور فيها يا شاب محمد واللي كان ممكن ما تتلعبش وكان ممكن تحصل كارثة في الساد رادس يوميها استندوا الى اللي حصل من مصر وانه القنوات المصرية بتقول ان الاهل قدم رشوة وان القنوات المصرية بتقول ان مهدي عبيد واخد رشوة ده فيه مستندات اتضربت وبعتت لهم وبرنامج او معد برنامج الكابتن خالد الغندور يبعت لهم والمزيع التونسي يقول جالنا من معد خالد الغندور ما يفيد انه كذا ويتم ضرب ورقة انه صدرة من الشركة حتى اعتقد انه قال الاسم يعني ماهر جنينة او حاجة ماهر جنينة اه انا نسيت الاسم انتم متخيلين احنا كمصريين بنعمل ايه نعرض فرقة الاهل لكل اللي حصل في تونس بسبب هذا الكلام فاذا ما اشتكيت تبقى انت سبب الفتنة تبقى تقول ايه تفاهم لما مالكه اكتبق يقيد لمبة حمراء على اللي حاصل ويقول ازاي ده يتقال ويقول الكلام ده يحصل ازاي تعكر صفه مباراة او تعرض بعثة كاملة للخطر طبعا كان سبب مباشر لكهربة الجو في تونس وضيع بطولة من الاهلي الطوب والاصابة المباشرة اللي حلت باللعب كان ممكن تبقى اخطر من كده بكتير يعني لعبت في هذا الجو وضعت البطولة والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالمناسبة يا كابت الرضا عشان افكرك لما طلع قراره اولا كان استاذ خالد توحيد الله يرحمه والاستاذ اشرف محمود وبيت الناس دول اعضاء في لجنة ضبط اداء الاعلام الرياضي ضبط الاداء في لجنة الاعلام الرياضي دي رئيسها الخال الكبير والازاع الرائد اللي استاذ فاهم عمر وده راجل من غلاة الزمالكوية بس راجل مهن كبير وراجل قيمة كبيرة جدا فمش القضية ان القرار طلع علشان الاستاذ خالد توحيد الله يرحمه او علشان الاستاذ اشرف محمود القرار طلع من جهة اعلى تانية اللي هي المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اللي لما طلعت قرارها قالت عقوبات نارية من الاعلى للاعلام ضد رضا عبد العالم والزمالك اليوم ده البرنامج وقالت قرر المجلس الاعلى للاعلام منع استضافة رضا عبد العالم لعب الاهل والزمالك السابق والمحلل بقناة بيرامدز وقتها في اي صحيفة او وسيلة اعلامية مرئية او مسموعة او الالكترونية لمدة شهر نظرا ده اللي قاله المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام مش مالك مكتابة يا كابت الرضا ليه لما ارتكبه من مخالفات تخالف مساق الشرف الاعلامي والاعراف المكتوبة الاكواد والمعايير والضوابط الاعلامية واثارت بعض الجماهير الرياضية وذلك في برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة الحدث الفضائية وقالت بعد كده النص اللي صدر من رضا عبد العالم واستوجب عقابه وخرر المجلس وقتها منع بس هذا البرنامج على قناة الحدث لمدة شهر والاعلامي احمد جمال مقدم البرنامج اللي رحب بهذا الكلام ولم يعترض عليه وقتها وسمح لأحد ضيوفه بإلقاء الاتهامات جزافا على الاتحاد الافريقي وعلى الأحد الأندية الرياضية اللي هو النادي الآل دون أي دليل واهانة أحد الحكام الرياضين بألفاظ نابية حيث جاءت العقوبة بسبب واقعة استضافة رضا عبد العال وتركه المجال له المجلس الأعلى ربما اهتم بهذا الموضوع لأنه موضوع مش محلي يعني تعرف لو زيت فدائها وحكم مصري والتحاد مصري كان ممكن ما تليش رد الفعل هذا لكن الحدث لأنه بينال من حكم جزائري وبيننا كثير من الوشائج والعلاقات اللي لازم تتخذ صح في إطارها السليم واتحاد إفريقي مش الأهلي الأهلي بالنسبة للوضع المحلي حييجي في آخر قائمة للأهلي محدش انتفاضله محدش حقق في المسندات المزورة والجواب اللي راح لمجلس الشعب برضو ومجلس الشعب قال ده جواب مزور محدش حقق مع أن التحيك كان حيوصلك لمين اللي بقعته بسهولة شديدة هو ده اللي كان حق الأهلي يجيله من هنا أي أما الانتفاضة دي انتفاضة لأن في أسماء آآ لازم لازم نحترم علاقتنا بينه ما هيش ما هيش ذاتنا في دقيقنا يعني فاحنا يعز علينا أن الكابتل رضا بأي حال من الأحوال يصيبه أي ضرر لم نسع ولا نسعد أن يصيبه أي ضرر لكن يعني إذا كنت حضرتك وضحت عشان ما يبقاش جواه هذا الشعور بإن السبب آآ باشي إن مالك وكتاب السبب آآ أن أنت السبب آآ وحتى أنا بقول لك يعني قلتل عشان هو فاهم كده لازم يفهم الحقيقة طيب جزء بقى من المشكلة الكبيرة أو الفترة اللي فاتت